تواصل مصر جهودها المكففة في تجهيز وإرسال أكبر عدد من المساعدات الإنسانية الموجهة للأشقاء الفلسطينيين داخل قطاع غزة وذلك من خلال المتطوعين أمام معبر رفح البري هذا وما زالت قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل إجراءاتها التعصفية التي تمنع دخول المساعدات مما يفاقم الأزمة الصحية والإنسانية داخل قطاع غزة المزيد يطلعنا عليه مراسل التلفزيون المصري محمود جميل نعم بعد التحية لازلت الجهود المصرية المكثفة متواصلة في تجهيز أكبر عدد من المساعدات الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين هنا في محافظة شمال سيناء وأيضا من قبل المتطوعين أمام بوابة معبر رفح البري لكن لازال الاحتلال الإسرائيلي يواصل الإجراءات التعصفية التي تحول دون إدخال أكبر عدد من هذه المساعدات فاليوم الصبت إجازة رسمية لدى منفذ كرم أبو سالم فبالتالي لم تقبل قوات الاحتلال الإسرائيلي أي من المساعدات الإنسانية نظرا للإجازة الرسمية هناك وفي الساعات الماضية لازال الاحتلال الإسرائيلي يعني يواصل هذه الإجراءات بشكل أكبر فعلى سبيل المثال بالأمس لم يدخل سوى 19 شاحنة فقط وأول أمس لم يدخل شاحنات الوقود سوى 4 شاحنات الجاز وعادت ما يقرب من 8 شاحنات للسولار ويوم الثلاثاء أيضا لم يستقبل منفذ كرم أبو سالم أي من هذه المساعدات فبالتالي كل هذا المنع وكل هذه الإجراءات التعصفية تفاقب الأزمات الكارثية والصحية والإنسانية هناك داخل قطاع غزة والتي يتحملها بالكامل الجارب الإسرائيلي وهذه الأزمات بالطبع أهمها الأزمات الصحية والتي تحدثت عنها منظمة الأونر واليوم بأن هناك أكثر من 10 ألاف من المصابين بحالات حرجة يحتاجون للإعلاج خارج القطاع وهنا تأتي أهمية عودة معبر رفح من الجارب الفلسطيني للعودة مرة أخرى لاستمرار مصر في استقبال الجرحة والمصابين ونحن نتحدث عن تواجد سيارات الإسعاف أمام بوابة معبر رفح حتى هذه اللحظة تحسبا لأي ظروف في حال استقبال الجرحة والمصابين وتقديم الخدمات العلاجية المختلفة سواء في محافظة شمال سيناء أو في مدن القناة فيما يتعلق بالوضع الميداني منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم كنا نسمع دوية الانفجارات في المناطق الغربية من مدينة رفح الفلسطينية وأيضا استمرار عمليات القصف التي تخلف وتزيد عدد الشهداء والمصابين ولازالت أيضا الجهود المصرية على المستوى السياسة الدبلوماسي متواصلة للعودة للمصار التفاوضي حتى يتم وقف إطلاق النار بشكل كامل ويتم إنفاذ أكبر عدد من المساعدات الإنسانية هذه هي الصورة والآن أعود إليكم في الستوديو مرة أخرى